انا اتكلم في نقطة يعني بالنسبة لي لازم الناس اللي اشتغلت الناس اللي تابت الناس اللي تحملت نجد داخليا وخارجيا وانا اعي ما اقول والنادي الاهلي قدر المسؤولين فيه كده مهما كان انت تاريخك واللي بتقدمه للنادي الاهلي فيه وقت من الوقات بتيجي تلاقي غضب جماهير النادي الاهلي وانا عاجبني جدا ان ده متفاهم تماما داخل النادي الاهلي من اول رئيس النادي لاصغر مسؤول داخل النادي الاهلي هي فكرة ان فيه حتى كابتن سيد كان لسه بيقول المتحة والزم خلاص بقوا بيمروا في حياتنا في كرة القدم لان الامر متعلق بالنتائج لكن الحقيقة مجلس ادارة النادي الاهلي الحالي مجلس ادارة النادي الاهلي يعني كان فيه مجلس سابق ودورة انتخابية كان ايضا برئاسة الكابتن محمول خطيب ثم تغيرت بعض الوجوه واصبح هناك مجلس اخر برئاسة ايضا الكابتن محمول الخطيب الحقيقة قدم لكرة القدم الكثير في النادي الاهلي وقدم للرياضة المصرية الكثير فدي لحظة لازم ما ننساش جهد الناس دي زي ما فيه اوقات بننتقد وبنقول عندنا وعندنا لا وقت التتويج وقت العمل وقت النجاح اللي اتحقق بنانا على تخطيط مش بصدفة لازم نقول للناس دي شكرا لازم نديها حقها مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمول الخطيب على مدار فترتين من 2017 تحديدا حصل على 15 بطولة واثنين برونزية 15 بطولة محلية وقرية قدر ان هو نصل في خلال منتكلم في سبع سنوات تقريبا خلينا نتكلم ان فيه وصول حوالي 4 او 5 مرات في 6 سنوات لنهاء دوري ابطال افريقيا لكن خلينا استعرض البطولات وال15 بطولة سواء كانت محلية او كانت قرية هتلاقي ان هذا المجلس حصل على 4 بطولات دوري عام 2 كاس مصر 4 كاس سوبر محلي 3 دوري ابطال افريقيا ودي محتاجة وقفة مهمة جدا 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 كل منقاضة النادي الاهلي هو طبعا حقق نجاحات وعندنا موجود ناس كتيرة جدا من الاساطير زي كابتن صالح سليم الفريق مرتجي كابتن حسن حمدي الكابتن محمود الخطيب بالتأكيد حققوا انجازات كتير جدا لكن رقم 3 دوري ابطال افريقيا في المدة الزمانية القليلة دي انا اعتقد ده ربما يكون الاسرع بعد كابتن حسن حمدي او كمان الاسرع من كابتن حسن حمدي لان كابتن حسن حمدي تولى 2002 لكن رسميا 2004 حقق دور ابطال افريقيا 5 و 6 و 8 المجلس الحالي برئاسة كابتن محمود الخطيب حقق 2020 و 21 فقط 22 وحقق 23 كابتن صالح سليم طبعا رحمه طلع عليه حقق 82 و 87 ثم 2001 ففيه وصول سريع جدا لتعييق 3 القاب دوري ابطال افريقيا وطبعا اتنين برنزيت كاس العالم للاندية فزي ما جميري النادي الاهلي اتقلوا شكرا من مجلس ادارة النادي الاهلي في مباراة الاهلي والودات في المغرب المجلس بالكامل اللي كان موجود هناك راح اسطف للجماهير وسقفه للجماهير وتقال شكرا للجماهير بالتأكيد لازم يتقل لمجلس ادارة النادي الاهلي على النجاحات دي شكرا وشكرا ان انتوا متفهمين انا كان معايا سيادة النائب نائب رئيس مجلس دارة نادي الاهلي الأستاذ العامري فاروق في الإزاع وتكلم في نقطة أننا عندنا ملفات وإحنا على القمة بنشوف أخطاءنا في إيه بنشوف إيه اللي محتاجين نطوره بنشوف إيه اللي محتاجين نعمله ده وإحنا على القمة وإحنا في موسم استثنائي عشان كده ما تخافش عن نادي الاهلي إنه هو يكون رقم واحد دايما لأنه هو على القمة بيبحث عن التطوير وبيبحث عن معالجة الأخطاء والسلبية